اهلا فيكم برج الثور في قناتي رح نشوف توقعاتك العاطفين او من وقت مشاهدتك للفيديو طبعا مثل دائما القراءة عامة وايضا طاقة القراءة مفتوحة يعني ممكن طاقة هالقراءة تنطبق عليك فترة اطول من من اسبوعين والقراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون فيه اشي بيه القراءة يفيدك فخد انت فقط الايجابي من القراءة وترك الاشياء اللي بتحسها سلبية او بتحسها ما بتخدمك او مش منطبق عليك لانه ممكن تكون الرسالة موجهة الى شخص اخر رح نبلش بيه طاقتك اول ورح نشوف طاقة الحبيب ايضا وشو ممكن اه واحدة من اسباب الخلافات بينكم خطواتك بيه المستقبل وخطوات الحبيب ايضا بيه المستقبل وشو مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب رح نبلش اول بيه طاقتك انت يا برج الحمل او يا برج الثور عفوا كنت الفيديو اللي قبلها كنت عم ساوي برج الحمل طاقتك يا برج الثور عم شوف انه حاليا متفاعل اكتر بوضعك مع هالشخص او متفاعل اكتر بوضعك بالحياة العامة بشكل بشكل عام عم شوفك عم تاخد وقت من اجل انك ترتاح او عم تاخد وقت من اجل انك توجد فترة نقاها ممكن ايضا يكون فيه حدا او فيه شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير شخص بعيد عنك وممكن تحس انه نظرتك تجاه هالشخص هي نظرة ايجابية ولكن عم شوف انت محتار بين انك تقدم او تتقرب من هالشخص وبين من انك تاخد موقف موقف صارم تجاه هالشخص ممكن البعض منكم مش عم تحكوا مع بعض فيه بعض مواليد برج الثور مش حاب انك انت تقوم بالخطوة الاولى مع هالشخص لانه بعقلك الباطني لسه فيه اشياء انت مشوش فيها تجاه هالشخص وممكن تكون ايضا محتار ومشوش البعض منكم عم يفكر او عم يحاول يختار بين انه يفوت بعلاقة وبين انه يضل او يضل عازب لانه عم شوف عم تطمح او عم تحلم بشخص عم تتمنى انك تكون مع الشخص ولكن بنفس الوقت فيه شيء بحياتك او بشخصيتك حاليا بقراراتك عم يمنعك من انه تقوم انت بالخطوة الاولى تجاه هالشخص او تتقرب من هالشخص او اذا انتو منفصلين مش عم تحكموا ع بعض ما عم شوف انه انت عم تفكر تقوم بالخطوة الاولى تجاه هالشخص عم شوفك يعني ممكن عم تستنى لشخص او ممكن فقط عم تحاول او هالشخص عم يعيش فيه مخيلتك فقط بالوقت الحالي بالطاقة الحالية بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك حاليا عم شوف انه هو هالشخص عم يحس حاليا طاقتك انت افضل من طاقته لانه عم يحس بفراغ فراغ عاطفي بجواته هالشخص ممكن ممكن عم يحس انه خسر علاقة او خسر صديق او خسر اشي كان فيه الكثير من الاستمرارية والكثير من الامان والاستمرارية فيه ايضا لانه عم شوفه هالشخص بيحسوا كأنه لازم يكون فيه عنده شخصية معينة او لازم يكون ايضا عم يحاول انه يحارب مشاعره او ما يمشي او ما ياخد قرارات فيها ولكن يعني بالصورة الاكبر عم شوف انه هو ايضا ممكن يكون عم يركز على تفاصيل صغيرة بيها العلاقة او فيك انت عم يركز على اشياء ممكن تكون مش مهمة لصورة الاكبر عم يركز على تفاصيل ممكن تكون غير مهمة ايضا عم شوفوا انه عم يحس انه عم يمر بنعمل الخسارة على الشخص بصراحة عم يحس انه خسر صديق عم يحس انه خسر تفاهم عم يحس انه خسر فرصة او او افورتونيتي انه هالعلاقة تتطور بينكم اه الى اشي في استمرارية وفي ارتباط جدي بالاخر ممكن ايضا حاليا تكون تصرفتها الشخص متقلبة كتير او متغيرة كتير عم يعني ممكن يكون عم عم يختار اشي او عم يساوي اشي شخصيته ممكن تكون متقلبة ممكن يكون مزاجه متقلب طيب خلينا نشوف شو ممكن يكون واحدة من اسباب الخلافات بينكم او واحدة من اسباب المشاكل اه بينكم اللي عم تواجهوها في ام في شخص مركز اكتر على الجانب العاطفي للعلاقة عم يبحث عن العلاقة كاملة متكاملة وفي شخص عم شوفه مركز اكتر على الجانب المادي عم يركض ورا طريق النجاح فممكن يكون ما عم شوف اطراف اخرى بالعلاقة ولكن عم شوف انه اه في حد عم يفكر بالامور بشكل عاطفي اكبر من الشخص الاخر فممكن يصير بينكم اه حساسية زايدة بينك وبين هالشخص يعني في شخص عم يحلل الامور بصورة منطقية اكتر وفي شخص عم يحس ويحل الامور بطريقة عاطفية اكتر برغم اه وفي شخص ايضا عم يحس انه معتمد اكتر على الشخص الاخر وبالاصلح ممكن يكون هالطرف اللي عم يفكر بطريقة عاطفية اكتر لانه عم يحس انه الرابطة الروحانية قوية عم شوف انه في حدا ممكن في طرف عم يحاول يضغط على الطرف الاخر من الناحية العاطفية عم شوف انه في شخص او في طرف انت او الطرف الاخر بده الامور تتحرك اسرع بينك وبينه لانه بيحس انه الرابطة الروحانية بينكم قوية فعم يحاول بيشطط طرق انه يخلي الامور بالعلاقة تتحرك بصورة او بشكل اسرع وفي شخص بده الامور اه تمشي ببساطة او بده الامور تمشي بهدوء اه خطوة بخطوة فعم شوف انه في طرف معتمد على الطرف الاخر كتير من الناحية العاطفية وممكن تحس انه هو شخص عاطفي كتير بيفكر بعاطفته كتير بيتحسس من اي اشي من اي كلمة من اي اشي بتسوي مع هالشخص وممكن يكون العكس يكون انت هالطرف ولكن في طرف هون عاطفي بزيادة اكثر من الطرف الاخر بالنسبة لخطواتك بالمستقبل هم شوف هم شوف برج الثور بالمستقبل عم تحس بنوع من الحزن ممكن تكون رح تحس بنوع من الاشتياق تجاه الشخص ولكن البعض منكم بيعرف انه انه الاساسات اللي هي مهزوزة بالعلاقة او اذا العلاقة مبنية على اساسات غلط او اساسات مش صحيحة او ما فيها ثقة عم شوف انه اغلبيتكم عم يتقبل فكرة حتى اذا ما كان مع هالشخص او حتى اذا فشلت العلاقة مع هالشخص عم يطمح الى بداية جديدة ممكن يكون مع هالشخص او ممكن حتى مع شخص اخر ولكن عم شوف انه انت بالمستقبل متقبل الوضع اكثر يعني رح تمر بفترة من الحزن ولكن عم شوف تطلع منها بسرعة او تتقبل الامور بسرعة او في عندك ايجابية في عندك حماس وعندك نية انه تتقدم وتكون فرصة اخرى او بدك بداية جديدة ايضا او عم شوف ايضا بالمستقبل برج الثور في عندك بداية جديدة مع شخص ممكن يكون بمثابة الصديق بالنسبة للك او بداية تواصلكم مع هالشخص لانه عم شوف فيه تواصل مع شخص بحياتك فيه دورة او سايكل بحياتك رح تنتهي وفيه بداية جديدة رح تصير عندك فممكن يكون انت عم تحاول تتخلص من اشياء قديمة بحياتك او اشخاص قديمين بحياتك من اجل انك تبدأ مع شخص جديد ولكن عم شوف انه البداية الجديدة مع هالشخص كائن من يكون بحياتك رح تبدأ كاصدقاء اول او رح تكون علاقة تطورها بطيء شوي عم شوفك ايضا انت بدك يا هيك بدك تكون حذرة العلاقة او بدك تتمحل يعني باختيار القرارات من لسبة لا خطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه هالشخص عم يحاول يستشفي عم يحس بخسارة عاطفية كبيرة هالشخص عم يحس انه انه هزم باشي معين عم يحس بدفيت في حقيقة رح تظهر بالمستقبل او في اعتراف رح يظهر بالمستقبل اللي رح يخلي هالشخص يحس انه انه هزم عاطفيا او يحس انه كل اللي اشتغل عليه بهالعلاقة او معك فشل واساساته انهدت عم شوفه بالمستقبل بيركز اكتر على انه يستشفي لانه لسبب ما هالشخص مش قادر يطلع خيالك من من طاقته او من حواليه يعني بيومياته باليوم دائما صورتك او مخيلتك دائما بترافق هالشخص مطرح ما بيروح فهو الصورة العلنية او كيف عم يظهر للك هالشخص عم يحاول انه يظهر بطاقة ايجابية وعم يحاول يظهر انه عم يعني عم يتقدم وانه متعافي وانه مستشفي ومش عم يأثر فيه الموضوع ولكن بالعقل الباطني هالشخص عم يحس به هزيمة عم يحس به خسارة بالنسبة لا مصير العلاقة بينكم او مستقبل العلاقة بينكم عم شوف انه فيه نوع من العدالة رح يظهر بينكم اه لانه لانه فيه عندكم ففيه شي روحاني بينكم رح يصير اللي رح يظهر نوع من العدالة وفيه عم شوف انتصار هون ايضا الطاقة هالشخص الطاقة الحالية وخطواته وبيئة المستقبل انت طاقتك افضل عم شوف انه انت عم تتقدم اسرع وعم تتقبل الامور اسرع بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه مش عم يتقبل الامور اسرع عم شوفه عم يحس يعني الطاقة المحيطة فيه الطاقة الخفية المحيطة بالطرف اللي عم تتعامل معه اكتر سلبية منك متأثر الانفصال لو انتو منفصلين مؤثر بها الشخص اكتر من ما هو مؤثر فيك عم شوف ولكن بيئة المستقبل فيه نوع من الهيلنج رح يصير بينكم او فيه نوع من الشفاء رح يصير بينكم عم شوف انه بالمستقبل نظرتكم للامور رح تكون روحانية اكتر او طريقة حكمكم على الامور رح تكون روحانية اكتر لانه فيه طرف عم يحاول انه يجذب او يستخدم الطاقة الروحانية اللي عنده لحتى يحقق نوع من النصر لانه فيه هون شخصين فيه هون طرفين عم يطمحوا بعائلة متكاملة وبدهم يكونوا او فيه طرف هون بده يكون وبده ينتصر بها العلاقة والنصر بالنسبة له هو انه او او يكون فيه بينكم علاقة عم شوف لانه ايضا فيه شخص عم يحس انه مظلوم فيه طرف ممكن يحس انه انحكم على امره وفيه شخص او الطرف الاخر حكم عليه أو حكم على هالعلاقة أو ما أعطاها فرصة ولكن عم شوف بالمستقبل في حقيقة رح تظهر هون ممكن تكون أنت اللي تركت هالشخص أو اللي عم تحاول تبعد هالشخص عنك بسبب إشياء أنت ممكن تكون سمعتها عن هالشخص أو اكتشفتها عن هالشخص ولكن عم شوف أنه مش الجميع اللي سمعته أو اللي بتفكر فيه حاليا هو صح لأنه فيه حقيقة رح تظهر هون فيه نوع من الجستس رح يظهر هون فممكن يكون فيه طرف منكم ظالم الطرف الآخر أو أصدر حكم قاسي على الطرف الآخر بالنسبة لك روت النصيحة كيف ممكن تستفيد منها عم شوف أنه الوضع رح يطلب منك قوة داخلية لحتى تتصرف معه وتتعامل معه ممكن البعض منكم عم يحس أنه ما عنده رأي أو ما عنده حكم أنه ممكن يغير مشر الأمور بها العلاقة هو عم يحس أنه خارج نطاق قدرته عم يحس أنه مش عم يقدر يغير الأمور أنه فيه سبب ليش الأمور عم تمشي بالطريقة اللي عم تمشي فيها ولكن الوضع رح يطلب منك قوة داخلية رح يطلب منك أيضا تتنعن وترتاح بأنه أنت فقط عليك أنك تساوي اللي المفروض عليك تساوي يعني تحط ما عندك وتترك الباقي للكون لالله لحتى يشتغلوا فيه لأنه عم شوف أنه أنت الأفضل أنك فقط يعني تحاول أنك من جهتك من ناحيتك أنك تكون متوازن قدر الإمكان مع هالشخص ومع هالعلاقة وإذا بدك تتواصل مع هالشخص أيضا وبدك تحكي معه ممكن فيه تقبل كبير رح يصير تجاه هالشخص وإذا هالشخص أيضا رح يحكي معك بالمستقبل عم شوف أنه أنت في تقبل منك أيضا أكتر لأنه عم شوف أنه بالمستقبل تعقدكم الاثنين روحانية أكتر فجميع المشاعر اللي هي غضب واللي هي زعل واللي هي حزن عم شوف أنه أنتو حاليا بيطور أنكم تحلوها والمفروض أنه يكون فيه فترة بعد لحتى هو يعرف يحل هالطرف يعرف يحل مشاكله الداخلية وإنت تعرف تحل مشاكلك الداخلية من أجل أنه لما يصير فيه تواصل بينكم بالمستقبل الطاقة تكون تصفت أو صار فيه تنظيف للشاكرات اللي عندك أوكي حباي برج الثور أتمنى القراءة تكون في عددكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكمنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا شكرا